بسم الله هنبدأ كده بسم الله ده كلام اخطر ما يمكن ان تجده في دولة في العالم هذه ليست اموال الدولة وانما عرق وزارة الدفاع من عائد مشروعاتها يختس ملتين وحبة ايه الجمال ده يا محمود شايف يقول ايه اساس مش من اموال الدولة ده عرق الجيش اهب بتطلع الصبح الدع وطلع على المنتجات يعني يعني العسكر اللي بيروح يخدم ده النص مليون ولا المليون اللي بيخدمه كل سنة بيخدمه باسمه مين عرق مين ده قال لا يكونش العسكر العسكر دول عبيد عندهم وحنا ما نعرفش اه يبقى كده صح يبقى كده اتكلمنا على العبيد المزرعة وعبيد الاصر الراجل بيقولك في الحوار الذي داره في سبعة وعشرين تلاتة الفين واثناشر هذه الاموال ليست من اموال الدولة عشان بتقول حمزة زبع اللي بيقول لأ ده هم اللي بيقوله بيقوله حرفيا يا بيه هذه الاموال ليست من اموال الدولة ولن نسمحة ليه الدولة بالتدخل فيها لانه هيخربها كيف ينظر العسكري الزبط ده اللي هو اللي مش شعب عم فتح السيسي من ضمن اللي مش شعب كيف ينظر الى الشعب والدولة الدولة نفسها بالنسبة له عورة عيب لان الدولة لو راحت فروس الجيش لها هتخربها هتلوحها التانية مرة تانية اللي فاتت دي بعد ازعال اللي بعدها اللي هي بيتكلم فيها هيخربها هذا هو منظور عم فتح السيسي اللي هو ايه اللي دي اموال مش بتاعت الدولة لما بيسألوه بيقول لك عملنا مشاريع هدوش في مين وبعليه يقول لك مش هنسمح للدولة يعني دي الفنوس دي ما بتخشش بزانية الدولة عشان ما يجيش جعش آآ ما بيعرفش في في الكفت يجي يقول لك ايه ما يكون لها فلوس الدولة ده مين ده ده ساعت اللي وز محمود مصر مساعد وزير الدفاع شوال مالية بيقول لك ايه لن نسمح للدولة مش للاخوان ولا للاحزاب ليه الدولة يبقى تعرفك كده ان في ايه عمال اقول لك بقى خمس ست ستين بس مرضو الزكرة تانية في عالمين لان الدولة هتخربها اذا كل عسكري لا يرى الدولة المصرية على انها كيان يستحق الاحترام وحتى عفى التحسيس لا بيؤمن لا بالدولة ولا بمؤسسات ما بيؤمنش اللي مشوط العسكر اللي حواليه وزيك التخريب القائم في الدولة النهاردة قائم على فكرة انت عارف في الغرب في اليمين اليمين المتطرف اللي بيسموه تفوق العرق الابيض اللي هو الويت سوبرميسي هنا برضو عندنا تفوق العرق الجيشي مليتري سوبرميسي يعني انت عندك نفس الشيء هو لا يراك ولا يرا الاموال ولا الشعب ولا الحرب ولا القتال الا ان انت ده واجب على اللي خلفوك التوالة وانا اربح من الاموال دي الجملة دي سيقف التاريخ عندها طويل هات اللي بعدها بقى ده في الحوار القديم بس عشان اعرفك سنقاتل على مشروعاتنا ميلي بيقول القائل هنا اللواء محمود ناصر مساعدة سنقاتل ولن نترك هذه معركة ولن نتركها هيقاتل مين الدولة الدولة عفتاح السيسي وجنراتو يقاتلون الدولة والشعب لانه ينظر اليك على ان انت عبد اصر او عبد مزرعة وبعدين بيقولك لن نتركها مين انت يا حمادة لو كنا فهمينه ليه وخلاص غمه وتنزاع ده طلعت مزرعة الوقات فعنده في العقيدة العسكرية مش هنقاتل اسرائيل سنقاتل على مشروعاتنا وهذه معركة لن نتركها واسم الله عليهم ما دخلوش معركة لما كذبوها معركة سيناء كذبانانها طول الوقت فاكر انت لما جابوا اسرائيل تدرب العرق الذي ضلينا تلاتين سنة لن نتركه لأحد يدمره يدمره والسرائيل تلاتين من 2011 وال JUDY يعني بعد معهدة السلام اللي تحولت ميزانية الجيش فيها لمشاهليا اقتصاديا عرق من عرق جبننا احنا مندح لا يعني انا اروح لمستشرف بتاعت النيل الي كنت شغال فيها وبدح فيها دي واللان اتركها انا وزماج déplفقت الي اللي كنا فيها ينفع كده يا استاذ حضرتك تيجي هنا في قناة بكملين تقف تمسك الكاميرا دي لن أتركها وتطلع عن المدير تقوله لن ده عرق جبنة دي دولة؟ لا هي مش دولة وهذا هو المطلوب إثباته ولن نسمح للغير أي كان بالاقتراب من مشروعات القوات المسلحة الساعة اليوروب ده الراجل ده الراجل ده حاجة دفلت الزمانه ده واحد مساعد وزير الدفاع مش حمزة زوبعة سنقولك انتو بتقوله عشاعات وبتقوله كان لأ هكذا ينظر إليك إما أنت عبد عسكر عبد معسكر أو عبد قصر يعني ظروفك المعاشية كويس الزابط بتاع بتاخد زيادة أو عبد مزرعة يعني جندي تشتغل الجندي ده بقى يبقى جندي في المعسكر أو جندي بره فحضرتك سيادة الدكتور ييجي سيادة الليوز أو الفريق اسمه هي محمود إيه ياخلي لسه مرقيينه ده بتاع سكة الحديد كامل الوزير يطير له واحد في سكته يحمل درجة الدكتوراه ونائب وزير ها وقالك سنطهر عملية تطهير العيالة الصغيرة اللي موجودين جنب الوزارة ماشي وجيره تعرف عشان خايفين من التطهير حاجة يا مسخرة تطهير ايه يا معلم انت عاصف ههمني ان فيه أوسخ وقفسد من الجنرالات دول بالذات اللي مشتعلوا في المال المصري ده قالك سوف نقاتل وعرق ظلينا لسنين ده المنطق يا بيه شاكده بقولك انت احنا نحن في معركة طويلة ليس من اجل تحسين شروط العبودية بل من اجل القضاء على العبودية صح حالك فاهم اننا اقولك الرجل ده مش وطني وبيحض على مقاطعة مقاطعة ايه ده انت بالكش لزوم اصلا انت كمواطن عادي تحمل الدكتوراه تحمل مسجدين تحمل اي حاجة تحمل عصاك انت بالكش لازمة في دولة العسكر الدولة في حد ذاتها لا قيمة لها عمد العسكر من القائل العبارة الشهيرة احنا في شبه دولة مين السيسي السيسي آ السيسي آ مش كده ولا انا غلطان يعني مش احنا اللي قلنا ومين اللي هيبني دولة مش السيسي فبقاء السيسي والاستمرار في التعديلات الدستورية معناها ان انت ايه الصبح هتكتشف ان الشقة اللي حدك فيها ملكه القوات المسلحة واعتدفع عليها ضريبة اسمها ضريبة طاعة ضريبة ولاء ضريبة بقاء ضريبة صفاء حاجة بتأخذ لك واحدة من دول ليس سبعينا ليس سبعينا وكما تم ادخال صورة السيسي للمدرسة البانر كده ولا الرول اب اللي كان في المدرسة هيا اولاد صباحي الخير انا عموكم السيسي هيتم ادخال صور السيسي في قوة نومكم اه ماش بعيدة وكل عبارة لازم بقى فيها صورة السيسي ده الطبيعي على فكرة وانت داخل كانت تعمل كده سيادتك الحمد لله اللي احنا عايشين ما بحذرش لانه العسكري هذا اللواء اللي بيعتقد ان دي عرق جبانهم لا يؤمن بالدولة وبيعتقد ان اي فلوس رايحة للدولة الدولة هتخربها فتسألوا تقولوا المعاونة العسكرية جاي للدولة ولا جاي للجيش هي جاي للدولة صح المعاونة الامريكية دي جاي للدولة تاخدها انت ليه ماش عاوس يقولي الاجابة الاجابة انه يتم شراء ولاء هؤلاء لأمريكا في حاجة تانية غير كده حضرتك هل احنا نجحنا ان احنا ناخد تكنولوجي من امريكا هل ساعدتك امريكا في الحرب على الارهاب في سيناء ادتك بداية وشعب ايه وروح تجيبت سلاح من فرنسا وبتجيب سلاح من روسيا عاصل ولا لا طب نجحنا في القضاء على الارهاب ما نجحناش اما اللي بنعم ايه بالفلوس العرق بتاع الاخ عرق ما اقول لك يا جماعة انت تاكلوا عرق عرق الرقاصة اللي بتيجي ترقص راس السنة في فندق المسا حلال مش غلط بصدر الساس احنا عندنا عرقاصة بترقص وحاجات وفيه ناس بتعمل كيك وناس بتعمل جنباري اتعاوزو انت تاكلوا عرق دول مش بتوعك دول بتوع الوطن لان دي مؤسسة من مؤسسات الوطن جريدة الفجر في شهر خمسة الفين وتلاتاشر نشرت حاجة نشرتها عنها اه اظن المصريون ساعتها نشرت كبه وبتتكلم على اللي دار في يوم من الايام بين طنطاوي وزير الدفاع المشلوح والرئيس محمد نورسي رئيس محمد نورسي حسب الجريدة في ذلك اليوم قال لهم يا جماعة الخير تعالوا هنا عشان الاختصاد بتاعنا تعبان فعاوزوين اختصاد الجيش يساعد ايه يساعد ايه صح ولا انا حقا ايه انت جزء من فقال لي طنطاوي يا طنطاوي ابعتلي قال لي ماقدرش انا ما مفتيش في الماليات انا هتصل بمحمود نصر عشان يجيب لي الماليات وييجي قولك اني محمود نصر ساعتها قال لأ ودي فلوسنا ومحدش المازها ومش حارف ايه الفلوس كوه الفلوس ايه بتاعت الوطن دي بتاعت مصر قال لأ احنا 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 فندم على فكرة مثلا هو بقى بيقول محمود نصر في احدى المقابلات بيقول فيها على فكرة احنا روحنا الجيش المصري عمل عملية لازاحة الالغام في الكويت ما بعد حرب تحليل الكويت وعملناها وخدنا فيها مئات الدولة الملايين دي فلوسنا على فلوسكو ازاي قال لوا فلوسنا فحضراتك بتشتعل باسم مصر ولا باسم الجيش وقاك الفلوس دي بقى على الفلوس التانية عادنا نكبرها ونشير بيها اراضي زعفتاح السيسي ونبيع اراضي ونطور اراضي انت ايه يا ابن التحوي وانت وزير دفاع انت المفروض انت رئيس دولة والدولة دي ليها مؤسسات انت واحدة من المؤسسات لا فلا انا لن نسمح لن نسمح احنا بنشير ونبيع شير دي ايه انت شاريت كل البلد وحطتها في اراضي العاصمة الادارية اللي عملت لها شركة بياخدها واحد عسكري صح ولا لا عبدالع حكيم عبدين ولا اسمو ايه عبدين يعني انت تحط يدك على اي حاجة وتشتير ومتبيع في البلد وتعتبرها ليه كنت عمال فين البلد عشان كده